بسم الله الرحمن الرحيم البرحة قبل ليل ماضي ساعة متع الليل والشعب التونسي راجب في أمان الله رئيس الجمهورية تهبط وتعلن انه قيس سعية تحط روحها رئيس الهيئة متع الانتخابات هو يقرر الشروط هو يقرر شكون يترشح شكون ما يترشحش هو يقرر وقتش تصير الانتخابات هو يقرر جميع الظروف المرتبطة بالانتخابات معناها ما عادش هيئة دستورية مستقلة ولا هيئة تخدم تقريبا معناها هي موظفين تحت رئيس الجمهورية لونا والله عنده جمعتين هو خرج عمل الخطاء قيل فيه الشعب التونسي هكا تكستو الشعب التونسي عايشين في مجنة يعني يقارن فينا بالجيش شنو هو الجيش؟ الجيش موكي تدخل انت المجنة شي يعمل الجيش؟ يبدأ فر 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 يبدأ هارب يعني وصل من رئيس الجمهورية عاير فينا انتم كت جيش يعني ما كونش رجال وما كونش نساء أحرار ووالله يطيح معناها في القدر كما يجيوه حتى عبد زي تقدم زي تقدم ما عادش حتى وحتى قبل بنعليك كان يبدل ويمس ويمس الانتخابات ويبدل ويزور ويعمل وكل شيء كان يعمل فعب القدر على الأقل من بعيد لبعيد نجمش تقول والله هو عملها تفهم انتم بعد هدا ولا عيني عينك؟ فاني توا عندي ثمانية شهر توا انتعارك معاه وبيانات وبيانات يا أستاذ سيب الانتخابات يا أستاذ رانا شعب التونسي راموش وقسمه ذايا اللي يقلقك تخرجه اكسكلوت حطه في الحبس يا أستاذ سيب رانا شعب حر سيب الصندوق راموش ملكك الصندوق يا أستاذ راحت الدستول اللي كتبت رانا خلصناك عليه معنى دربت زوز مليارات في جيبك معنى راو مش ماكش معنى عامل علينا مزية يا أستاذ يعايشك احترمنا كما احنا محترمينك وهو شي يا أخويا وصل اليوم وصل معنى شبه فينا بالجيج وصل يا عاية نروحها رئيس الهيئة متع الانتخابات فأنا عندي اقتراح السيد الرئيس الانتقالي هذا يا قيس سعيد عالش تعبوا في رواحنا توا حتى قدام العالم توا معنى بش تخرجنا حنية تخرجنا معنىش كرامة صيية معنى عملنا ثورة وبعد رجعنا رجعنا معنىها جيش في مجنى ليه أخويا انا عندي حل عالش تعمل في انتخابات تعملش انتخابات عاية للوزراء وأعضاء المجلس الملقاومي ونس الكل تبايعك وتبوس لي دين وأعلن نفسك القيس المنتظر ملك خليفة امبراطور كما تحب اختار انت تسمع اللي تحب عليها وبالنسبة لدولة القانون هذه معنى خطر انت تومعاتش قانوني وحكومتك لكلها المراسيم اللي تعاين فيها كلها غير قانونية باينة معناية ونس كل في باينها وانا نتأسف اليوم كنشوف قوضات معناها محكمة إدارية يقبلوا انهم يكونوا وزراء بمرسوم يعينهم غير قانوني معناها شي حشم فعنا حل بالنسبة لدولة القانون ماوتوا معادش انتم قانونيين والمرسوم 17 شوفاء والأمور كل جيب قوضات من الناس اللي باعد ذمتها وعينهم وزراء يحلوا محكمة إدارية في كل وزارة دونك تولي القوانين اللي هي غير سرية المفعول يجي الوزير اللي هو قاضي يحل محكمة إدارية غاديك ويولي هو يفتي يفتي في القانون هذي كالطريقة الأساسية لتبييض دولة القانون من خلال استعمال وضرب مصداقية واستقلالية القضاء بيه شو بقينا بقدنا مشكلة الاقتصاد هذي ومشكلة الفلوس والدولة والخدم حشنا الشباب حشنا بزوزملين موطن شغلة هذو ما انت مكتوها بعت الثروات متعنا عطيتها صييت طاليين فرنسيز كذي عطيتها لهم والشعب مخذين من احد شيء برا جيب لنا من عندهم في قلبة كل يحطونا شو حطونا شوية فلوس في الشركات الأهلية وزوزملين اتوانسة كل واحد اخوة يخدم في الشركة الأهلية يخدم ميتين ديناء ووسكر فمك اسكت نخدم وناس كل خماسة خماسة عند الشركات الأجنبية وخماسة عند الشركات الدولة بميتين دينار ونرجع نس كل نمشو حفايا نس كل نمشو حفايا ونتهنتله ونتجرتله ومعش نبسو حد شيء فهمتني؟ وانت معناها في القصر عملنا سياسة الأمر الواقع هاني مانيش خارج من القصر وتتعملوا لي عاملة وكل شهر يجوك زوز ثلاثة من ولاية من ولايات يمشوا حفايا وتوصل رجليهم حفيانة يصلوا لك للقصر باش يباركولك على انك السلطان الأعظم وإلا الإمبراطور ولا اللي باش تسمي روحك انتوكا ولا القيس المنتظر ولا كذا ماذا أخر؟ المشكلة اللي دارة تقلق فيك والمؤسسات مثل القيادات في المؤسسات الأمنية وكذا يقلقوا فيك بل فاصل ستة تسعين اللي انت بدلتها سهلا ما ولي قلقك تعدي عشر سين حبس يعني التعديل اللي عملتها بيت مشفاقين التعديل اللي عملتها أكثر أتس من ستة تسعين قبل ستسعين اللي عملتها بيت مشفاقين التعليمات ويقول لها بروا املك الحاجة بروا ميروحك في بيك بروا ميروحك في بيرت عشر سين حبس وليسماع بيحد باي ركحنا أمور لدارة وشنو اخر الإعلام هانا تسكر كل معاش فمه معناها واحدة عادك بايها مديدة مع التقارب مع الدول المشالله فيها برشة حريات معناها عادك بيكت تسكرنا الريزوسوسيو وتسكرنا الأمورة ديه كل سكر و بانتدوسي ما عادش دولة و مؤسسات و قانون و استثمار خلق طروة و بنك مركزي ما عادش خوي سكر علينا الدوسي احترم شعب التنسي، احترم شعب حرش شعب حرّة. كان ماش في بالك بيش تخدم عالوقت توي يتعبوا توي يتعبوا من تبوشرة وصرتوا شباب انا واحدة من الناس عمره 36 سنة. عادرة ونبقى لليه عمره 70 سنة ونعارك فيه. للي انت تمشي هز ربي متاعه وانا مزلت باقي. مبعدك انت نكتب في التاريخ عليك. عادرة. ريت انت مبعد ما تمشي ربي هز متاعه انا نكتب عليك التاريخ. ماذا تغلب الشباب ؟ نجم تغلب نارو الشباب. أربع عملين وخمسمية شباب بين 18 و 39 سنة. نجم تغلب نارو. احترم الشعب التونسي احترم. والشكر.